دخل الأب على أولاده الثلاثة بعد أن صل العصر بالمسجد فوجدهم يصلون العصر دون تركيز فمنهم من يبتسم وآخر يعبث بشعره فحزن الأب وقال لهم بعد أن انتهوا من صلاتهم إلى متى ستتركون المسجد وتصلون في البيت متى ستخشعون في صلاتكم بقراءتكم للقرآن وتعلمون أنكم تقفون بين يدي الله وعندما قال له أحدهم بأنهم لم يصبحوا رجالا بعد حكى لهم قصة قتيل القرآن حيث قال كان الفضيل بن عياض سارقة وفي يوم كان يتسلق جدارا فسمع شيخا يقرأ القرآن ويتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فتسمر في مكانه يبكي ثم قال قد آن يا الله ثلاث مرات ورجع إلى الله وتاب وأصبح من كبار العلماء حتى أن الخليفة هارون الرشيد كان لا يثق في أحد إلا في الفضيل لكثرة ورعه وزهده وكان لدى الفضيل ولدا تقي يسمى علي وكان الفضيل إماما للمسجد الذي يصلي فيه ابنه كان الفضيل قبل أن يصلي بالناس ينظر هل ابنه علي يصلي خلفه أم لا إذا كان يصلي معه يقرأ الفضيل للمصلين آيات الرحمة وعندما يصلي ابنه في مسجد آخر يقرأ الفضيل آيات العذاب لأن علي كان في كل مرة يسمع فيها آيات العذاب يسقط مغشيا عليه من شدة خوفه من الله تعالى وفي يوم نسي الفضيل أن يتأكد من وجود ابنه خلفه وقرأ للمصلين آيات العذاب فسقط علي من بين المصلين ولكن هذه المرة لم يكن سقوطه مغشيا عليه بل سقط ميته مات من خشية الله وسمي بعدها بقتيل القرآن مكى الأبناء الثلاثة وعاهدوا والدهم أن يحسنوا صلاتهم وأنهم لن يتركوا فرضا إلا وصلوه معه بالمسجد أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا منذ سنوات حدث في الهند غلاء شديد للأسعار وكان الناس قبل ذلك في عز وغنى وكان وقتها الداعية محمد يوسف صاحب كتاب حياة الصحابة مشهورا بزهده وتقواه هناك فذهب إليه الناس واشتكوا ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وقالوا له هل نحتج ونغضب؟ فقال لهم الناس والأشياء عند الله مثل كفتي الميزان فإذا ارتفعت قيمة الإنسان عند الله بالإيمان والأعمال الصالحة قلت قيمة الأشياء وإذا قلت قيمة الإنسان عند الله بسبب الذنوب والمعاصي ارتفعت قيمة الأشياء وزادت الأسعار وعم الغلاء فعليكم بجهد الإيمان والأعمال الصالحة حتى ترتفع قيمتكم عند الله وتقل الأسعار ولا تخوف الناس من الفقر فهذا عمل الشيطان فلا تكونوا من جنوده وأنتم لا تشعرون فوالله لو أن هناك في قاع البحر صخرة صماء ملساء فيها رزق لعب لم فلقت حتى تؤدي إليه رزقه فالغلاء لا يمنع عنك رزقا ساقه الله إليك والذي فتح لك فاك لن ينساك فقط اشغلوا أنفسكم بأسباب الرزق وهي التوبة والاستغفار فبالإيمان والتقوى تدوم النعم ويعم الرخاء وقرأوا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وبالفعل تخلص الناس من المعاملات الربوية وكل ما يغضب الله من ترك للصلاة وعقوق للوالدين وسوء معاملة الجار والغيبة والنميمة وغير ذلك وتمسكوا بالذكر ودوام الاستغفار وقيام الليل والدعاء المتواصل فيه فمن الله عليهم بالرزق الواسع والسعادة الغامرة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الشيخ طاها يصلي إماما بالناس بالمسجد الملاصق لبيته وفي يوم وبعد انتهائه من صلاة العشاء جاءه رجل في الخمسين من عمره يستند على عكاز وقال له أريد التحدث إلى المصلين لدقائق فقال له تفضل يا أخي أمسك الرجل بالمايكروفون وبدأ يشرح سورة الإخلاص شرحا وافيا لم يسمعه الشيخ طاها طيلة حياته تكلم فيه عن أنواع التوحيد والربوبية والألوهية والأسماء والصفات وعظمة الله تكلم فيه عن الفارق بين التوحيد والشرك وفضل سورة الإخلاص بأسلوب رائع جعل الناس في صمت تام وعيونهم ممتلئة بالسعادة وبالتأكيد كانت قلوبهم أيضا راضية سعيدة وبعد عشرة أعوام من هذا اللقاء فوجئ الشيخ طاها بقدوم نفس الرجل مستندا على كتف ابنه بدلا من العكاز وبعد صلاة العشاء طلب من الشيخ طاها إلقاء كلمة فأعطاه المايكروفون فقال نفس ما قاله منذ عشر سنوات في تفسير قل هو الله أحد وبالحرف واستولى على قلوب المصلين بإخلاصه وصدقه وبعد الانتهاء قال الشيخ طاها لابن الرجل والدك من عشر سنوات كان هنا وقال نفس الكلام الذي قاله اليوم أليس عنده كلام غير سورة الإخلاص؟ قال الابن والدي له أكثر من ثلاثين سنة يدعو إلى الله بتفسير سورة الإخلاص وربما قد طاف جميع المساجد حيث أنه كل يوم في مكان تأثر الشيخ طاها وشعر بتقصيره حيث أنه لم يتحرك من مكانه ويفعل مثل هذا الرجل لذلك قرر أن يصلي في مساجد أخرى ويشرح للناس ما يعلم وبعد شهر وبالصدفة التقى الشيخ طاها بابن الرجل فأخبره بأن أباه توفي بمستشفى وأنه قال للأطباء ألا أقول لكم شيئا فقال له قل يا والدي فشرح لهم سورة الإخلاص وبعدما شرحها خرجت روحه لبارئها فبكى الشيخ طاها وقال لابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه إن والدك لا يعرفه الكثيرون لكنه معروف في السماء عند الله لذلك حسنت خاتمته لقد عاش على التوحيد ومات عليه فهنيئا له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر